فبيكلم على ابن الله ايه المقصود يا جماعة بموضوع ابن الله فبيقول ولذلك ترجموا الايات الخاصة بابنوت المسيح لله يسوع المسيح ابن الله بإثبات حرف الالف في كلمة ابن اما كلمة ابن الوقاعة بين اسمي وارد ومولود فترجموها ابن حسب قواعد اللغة لان المسيح ليس ابن الله بمعنى انه مولود من الله بل بمعنى انه المعلن لله وبعد كده بيقول فان الابن دعية بهذا الاسم لانه هو الذي يعلن الله فهو صورة الله الغير منظور وهو الذي اعلن الله الذي لم يره احد قبل وهنا طبعا نسأل سؤال منطقي محققنا نحن نسأل سؤال منطقي الله لم يره احد قط والابن ده مفترض اللي هو الله صح ولا لا فازاي الابن اللي هو الله مفترض برضو لا يرى وغير مرقي ازاي هيعلن وهو برضو غير مرقي هيعلن عن الاب الغير مرقي يعني انتو بتقولوا انه الابن ده اكنوم الاهي يعني هو الله فازاي اكنوم الاهي غير مرقي يعلن عن الله الغير مرقي مفترض اللي يعلن هو التجسد الجسد اللي خده ربنا هو اللي يكشف ويعلن لان احنا لم نرى الله لم نرى الجوهر الالهي احنا رأينا يسوع المسيح الانسان يسوع المسيح اللي بيتكلم اللي بيمشي اللي ليه حيئة جسدية صح ولا لا بعد كده بيقول ايه فان صورة الشيء قد وردت احيانا في الكتاب المقدس بمعنى ذات الشيء او نصه ذات الشيء يعني الصورة بمعنى ذات الشيء قال الرسول بوليس لتلميزه تيموساوس تمسك بصورة الكلام الصحيح اي بذات الكلام الصحيح وقال للعبرانيين لان النموس ازله ظل الخيرات العسيدة لا نفس صورة الاشياء اي لا نفس ذات الاشياء ولذلك لا غرابة اذا كان المراد بصورة الابن ذات الله او الله معلنى حل هو عايز يقول الابن ده هو صورة الله اي انه ذات الله حل لما نيجي روح لعبرانيين واحد هنلاقي بيتكلم عن الابن وبيقول الذي هو بهاء مجدهي ورسم جوهره رسم جوهره الرسم دي على فكرة الصورة الدقيقة وما تيجي ترجعوا ليه التراجم الانجليزية الانجليزية او الاصل اليوناني هتلاقي الصورة الدقيقة الابن هو الصورة الدقيقة لمين للآب الله بعدما كلم الانبياء بانواع وطرق كثيرة كلمنا هذه الاياب الاخيرة في ابنها الذي جعله ورسل لكل شيء الذي هو بهاء مجدهي ورسم جوهره يعني الابن هو الصورة الدقيقة لمين للآب إذن الابن هو بيقول الابن صورة الله أي ذات الله خلاص يبقى الابن هو صورة الآب يبقى إذن الابن هو ذات الآب هو اللي حكم على نفسه مش ميري هو اللي بيقول خلاص إذن لما قول الابن هو صورة الآب إذن الابن هو حقيقة الآب وذات الآب هو الآب نفسه تمام منطقية جدا نكمل فالاستلاح ابن الله ليس إذن لقباً للمسيح بل هو اسمه بعينه إزاي ابن الله يبقى اسمه يعني مش ركبة خالص ابن الله هو اسم المسيح أم اليسوع ده إيه يسوع ده إيه بقى لو ابن الله هو اسم المسيح طب يسوع ده ابن الله لقب للمسيح يقولك لا ابن الله مش لقب ابن الله اسم طب إزاي يا جماعة بقاني عقل بأي عقل ابن الله طب لما الدليل على كده إيه الدليل على كده إيه لما نيجي مثلاً حد يسأل عن المسيح يروح لي السيدة مريم العزراء هيقول لها إيه هيقول لها أنا بسأل عن ابن الله أيوة مين اللي هو ابن الله مين؟ يسوع إذن ابن الله اسمه يسوع فما ينفعش مثلاً أقول اسم ميري إيه ما هو اسم ميري ميري لكن لما أقول اسم ابن الله هو يسوع إذن ابن الله ده مش اسم لقب يعني حاجة بديهية جداً يا جماعة لكن سبحان الله ابن الله بقى اسم يقولك ليس لقباً بل هو اسمه بينما استلاح ابن الله هو مجرد لقب للملائكة والبشر لأنهم ليسوا في زواتهم أو في جوهرهم أبناء الله يعني إيه ليستوا في زواتهم أو في جوهرهم؟